رايح جاي ده البنجبونج ده تنس الطاولة اللي بتعمله دلوقتي الوزير بيهني مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة على تأهل مصر بالعلامة الكاملة الحياة لأولمبياد توكيو التصفيات كانت في تونس مصر فازت على جيبوت 4-0 وعلى تونس 4-0 وعلى نيجيريا 4-0 علشان يتأهل أبطال مصر للأولمبياد عمر عصر وأحمد صالح وخالد عصر ودينة مشرف ويسرى حلمي وفرح عبد العزيز تحت قيادة الجهاز الفني للمنتخب الكابتن ماجد عشور المدير الفني للرجال والكابتن أشرف حلمي المدير الفني للسيدات الدكتور أشرف بيهني الأستاذ أو الكابتن معتز عشور رئيس الاتحاد على هذا الإنجاز الرائع الحقيقة بص هو ليه رائع بقى أنا أنا يعني بدايتي أن أنا مسؤول على تنسطولة في النادي الأهل كان أقصى أمانينا نيجيريا كانت مسيطرة على عرش تنسطولة لما كنا ناخد مسابقة واحدة منهم كنا بنلقي الدوق على صاحب المسابقة ونفخر بيه النهاردة أنت بتكسب أربعة صفر أربعة صفر أربعة صفر أه ما بتخسرش مباراة بالزبط ورجال وسيدات بالزبط أنت فين؟ أنت عدت نيجيريا ها اللعبة الشعبية الأولى فيها تنسطولة رغم أن اللعبة أكتر تصدير للكورة للكورة بيصدر الجوب لكن تنسطولة تكاد تكون في كل زقاق وحارة ها بيعملوا الطلبزات أسمنتية حتى أنت كده ها بيعملوا ها بيقولك في كل حتة لنبتلقى تنسطولة هذا إنجاز كبير جدا وهني بيه وعلى فكرة مجد عشور ومحترز عشور ها الاتنين من دسوق من دسوق مش من الأهل من الزمالك وما لعبوش لحد تاني غير دسوق صحيح وكان مدربهم مين؟ مهر عصر ها أبو خالد خالد أو عم وعمر أنا مش عارف أبوهم ولا خالهم ولا عموهم عموهم هم طوال هو غالبا ولدهم لأنه كان حاجة عملاط بسم الله مشاء الله حتى أن كنت مستقربة بقوله إيه الله أرحم يا مير إيه إيه ده تنسطولة تبتوقف على الطرابيزة وحش اه كان ضخم جدا آآ فتخيل بقى أنه لما تسوق دي هي اللي تسوق تنسطولة دلوقتي بمعتز وماجد معتز وماجد وقال عصر صحيح كل التوفيير للرياضة المصرية إن شاء الله وتكمل الفرحة بإذن الله